أكدت اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة معرب أن القوات المسلحة والأمن ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين وستقوم بواجبها الوطني في تأمين المسافرين وحماية الوطن والمواطن وفقا للدستور والقانون جاء ذلك خلال اجتماع لها يوم أمس لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة في ظل التطورات الميدانية واستمرار تصعيد ميليشيات الحوث الإرهابية واتمنت اللجنة بل ثمنت اللجنة الأمنية والعسكرية مواقف أبناء المحافظة وكل الأحرار المقيمين فيها ووقوفهم الدائم مع معسسات الدولة وأجهزتها المختلفة في إفشال مخططات الفوضى والتخريب وكشف الخلال الإرهابية المتربصة بأمن واستقرار المحافظة ونوهت اللجنة بالتضحيات والبطورات النادرة التي يقترحها أبطال القوات المسلحة والأمن معهم رجال المقاومة الشعبية والقبائل وكل المخلصين والشرفاء في معركة التصدي لتنظيم جماعة الحوث الإرهابية والدفاع عن الجمهورية وحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة في محافظة مارب القلعة الحصينة للدولة والشرعية